وقعت وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تفاهم بين الجانبين وذلك على همش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة شغيرة نعم بهذه المناسبة أشار سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الصناعي بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 منوها بأن الوزارة حريصة على تعزيز الاستفادة من خبرات وتجارب الدول في استشراف مستقبل أفضل للقطاع الصناعي من جانبه أكد سعادة السيد خلفان جمعاء بن هول الرئيس التنفيذي مؤسسة دبي للمستقبل أكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تحقيق التطلعات المشتركة في مجالة توظيف التطبيقات التكنولوجية وتطوير التشيعات المرنة والعديد من المجالات الأخرى مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستركز بشكل رئيس على آليات توفير وتخصيص الاستثمارات لدعم رواد الأعمال والمبتكرين وعملية البحث والتطوير في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية ترجمة نانسي قنقر